أكبر شوية، السنوية العامة، لسه طبعاً الامتحانات مستمرة، قلنا 392 ألف طالب وطالبة النهاردة كان فيه امتحان اللغة التانية، فرنسية، أسبانية، ألمانية الحالات بعضها مختلف برضو، يعني عندهم كانوا الفرنسية والأسبانية كانوا يمكن حالة من الارتياح أكتر من اللغة الألمانية ودي وش الولاد يعني بيتحك وفيه وش تاني ما بيتحكش، وده عادي، تاني، هقول، وفيه ناس معجبهاش التعليق اللي أنا قلته المرة فات، إنه ده عادي، إنه من أيامي ومن أيامينا بواحد القطرين من وقت ما اخترعنا السنوية العامة لأنها تمنى بقى إنها تختفي خلاص بعد التطوير، إنه ما بقاش فيه الامتحانات الفاصلة الحاسمة دي الامتحان ناس بتشوفه سهل وناس بتشوفه صعب، ساعات بيكون فيه حاجات صعبة وساعات بيكون فيه حاجات سهلة بلاش نخش في حالة هستيرية بتاعت الامتحان صعب، هيوا الدعية لنا في دقيقة يعني خلونا ناخد الأمور بالراحة، هذا مشروع لتطوير التعليم، بياخد وقت، النظام الجديد بياخد وقت احنا مش عايزين نظام يقوم على الحفظ، مش عايزين نظام يقوم على النص مش عايزين نظام يقوم على الغش تلاتة، لحفظ ولا إن احنا نقعد نصم ولا إن احنا نغش احنا عايزين نظام يقوم على التعليم، على الكواليتي، على المادة إن العيال تتعلم، الشباب تتعلم، مش إنه هم يطلعوا يلاقوا مكان في الشغل، مش إنه هم يجيبوا درجات وخلاص فيعني خلينا نكون نتعامل بالراحة والوزارة نفت تسريب لامتحانات النهاردة والطول إشعاعات بتطلع إشعاعات 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 بالراحة نظام جديد نحاول نتفهمه امتحانات دايما فيها سهل ودايما فيها صعب ونبطل يعني نحاول بقى ننسى موضوع الغش ده عايزين نذاكر مش نغش